اختتمت اعمال القافلة الطبية بوحدة الامل الصحية برأس غارب ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر اسماعيل العربي ان القافلة توقعت الكشف على 525 بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين مع صرف العلاج مجانا كما تم الكشف المبكر عن الامراض المزمنة مع اتباع الاجراءات الاحترازية موسيقى